أقر مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في اجتماعه السنوية الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد حلبوب البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 من ديسمبر 2019 كما استمع مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل واستعرض الدكتور حلبوب النتائج المحققة في عام 2019 مقاررة بالعام الذي سبقه 2018 وذلك نتيجة لتدابير التي اتخذتها إدارة البنك لدعم استمرار تشغيل البنك في ضوء الأحداث التي مر بها البنك إضافة إلى ظروف أخرى وقال حلبوب أن أهم إنجازات البنك خلال العام 2019 هي المحافظة على جودة موجودات البنك ومتانتها وزيادة حقوق الملكية حيث ارتفعت موجودات البنك بنسبة 14% وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 33% عن سنة 2018 كما ارتفعت الأرصد المستحقة من البنوك بنسبة 18% عن سنة 2018 إضافة أو أضاف أن البنك حافظ على نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال بلغت 50% مقارنة بنسبة 8% المحددة من البنك المركزي اليمني كما استمر البنك بالمحافظة على نسبة سيولة عالية بلغت 56% مقارنة بنسبة 25% المحددة من البنك المركزي اليمني ترجمة نانسي قنقر